تحية لكم وأبدأ النشرة بسم الله الرحمن الرحيم بعث الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا برقية عزاء ومواسى إلى أسرة المناضل الدكتور حسن محمد مكي رئيس الوزراء الأسبق الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن وأشهد رئيس اللجنة الثورية العليا بمناقب الفقيد حسن مكي وأدواره الوطنية وعطائه المتميز في الثورة والجمهورية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية واعتبر أن اليمن خسرت برحيل الفقيد حسن مكي أحد الرجال المخلصين الذين كانت لهم بصمات واضحة في مختلف المناصب التي تبوأها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وعبر رئيس اللجنة الثورية العليا عن خالص العزاء وصادق المواسى لأسرة الفقيد في هذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان